اشتركوا في القناة احمد اليكم الله تبارك وتعالى واصلي واسلم على الرحمة المهداه والنعمة المسداه البشير النذير والسراد المنير سيدنا وامامنا واسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فأبدأوا رسائلكم لهذه الحلقة برسالة من أخ من تونس واو مين يسأل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرضعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون هل يفهم من هذا أن على الإنسان أن يكفي نفسه وأن يزكي نفسه ولا عليه من ضلال الآخرين فلا يأمرهم بمعروف ولا ينههم عن منكر هكذا فهم بعض الناس من هذه الآية الكريمة وود أن أقول إن هذا الفهم السيء قد بدر من بعض الناس منذ عهد الخلفاء الراشدين ففي عهد الخليفة الأول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقف على المنبر يقول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير ودهها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعذاب من عنده يعني الأمة مسؤولة عن الوقوف ضد الظلم والظالمين ولا يدوز لها أن يقول كل واحد منهم نفسي نفسي ويدعو الطغاه والظالمين يفسدون في الأرض ويأكلون أموال الناس بالباطل ويستبيحون الدم الحرام والعرض الحرام فهذا ما لا يقبله الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يهدد الأمة إذا فعلت ذلك إذا تركوا الظالم ولم يأخذوا على يديه لم يمنعوه من ظلمه ولم يقف بدوار المظلوم ينصرونه كما قال عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما معقول أن ننصر أخان أنما ننصر أخان تأخذ فوق يديه تمنعه من الظلم فذلك نصر له إذا وقفت ضد الظلم ومنعته من الظلم نصرت الظلم على نفسه على هوى نفسه على شيطانه إنما إذا تركت له الحبل على الغارب ألقيته في جهنم أعنته على الشر فالمسلم مطالب أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما مظلوما يقف بيده ويشد أزره ظالما يمنعه من الظلم خصوصا إذا تكاتف الناس الواحد لا يستطيع أن يفعل شيئا إنما إذا تقوى بغيره فالمسلم ضعيف بمفرده قوي بجماعته قليل بنفسه كثير بإخوانه ويد الله مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالآية الكريمة التي تقول يا أيها الريد أن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليس معناها إن عليك نفسك وترك الناس لا هذا ضد القرآن كله القرآن حتى من العهد المكي نجد سورة العصر تقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهناك أربعة شروط للنجاة من الخسر الخسر الخسران والهلاك والضياع في الدنيا والآخرة ما هي الشروط الأربعة الإيمان وعمل الصالحات وبعدين التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يكفيك الإيمان وعمل الصالحات للنجاة من الخسر من الهلاك في الدنيا والآخرة لابد أن تضيف إلى الإيمان وعمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر يعني توصي غيرك بالحق وتقبل الوصية منه تنصح الناس وتقبل النصيحة منهم تدعو إلى الخير وتقبل الدعوة إلى الخير تنهى تنهى عن المنكر وتنتهي عن المنكر إذا نهاك الناهون هذا معنى التواصي التواصي تفاعل من الجانبين ليس هناك مسلم أصغر من أن يوصي ولا مسلم أكبر من أن يوصى كل واحد يوصي فالتواصي بالحق هذا لكي تنجو لازم توصي غيرك بالحق هذا هو الدعوة إلى الخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نصيحة في الدين فلذلك لا يدوز أن الإنسان يقول أنا ونفسي ونفسي نفسي ولا علاقة لي بالآخرين لا المنكر دم شبه نار مشتعلة لو كانت النار بجوارك وتقول أنا مالي ممكن تأكل يعني البيت اللي دارك ثم تأتي إليك بل ممكن النار لو تركت تأكل قرية بأسرها ولذلك في أهل القرى حينما يعني يعلمون أن فيه نار شبت في بيت يخرج أهل القرية كلهم لأن ممكن لهذا البيت ممكن يحرق القرية كلها لو تركت النار المنكر نار ولكنها نار لا تأكل الأحجار والمباني ولكنها تأكل الحق والخير والقيم والمعاني فلابد من إطفاء النار لابد أن نطفئ نار الفساد والظلم ولا نتركها فمعنى عليكم أنفسكم يعني اعملوا لتزكية أنفسكم وإصلاحها ولا يمكن أن تصلح النفس إلا بالأمر بالمعروف لأنها فريضة من تركها استحق أن يلعن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلا يكون الإنسان خيرا ولا صالحا ولا مهتديا إذا ترك فريضة الأمر بالمعروف عنها فلا يدخل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا اهتديت ومن ضمن الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتأمر عن المنكر وتقف ضد الظالم هذا لا اهتداء بغير ذلك إنما إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونصحت في الدين ودعوت إلى الخير ولم يستجب لك لا يضرك هذا هذا معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وقاومتم الفساد ووقفتم في وجه الظلم والطغيان لا يضركم هذا عملت ما عليك لأن أنت ليس عليك هداية الناس ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنما عليك الدعوة وعلى الله الهداية عليك البلاغ وعلى الله الحساب فهذا معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا أديت ما عليك ومما يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقاوم الظلم والفساد إذا فعلت هذا فلا يضرك أن يبقى الناس على فسادهم وعلى ظلمهم إلا أن القلوب ليست في يديك إنما في يد الرحمن يقلبها كيف يشاء وليس عليك هداية الناس ولكن الله هو الذي يهدي من يشاء هو من الأخ محمد المكي أعرفش من أي بلد يقول كيفية زكاة الحوافظ للسسمارية في المصارف الإسلامية هل تزكى عن ترجمة نانسي قنقر